اشتركوا في القناة في فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم للمرة الثانية على التوالي والتي قيمت في مون بازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة كما هنأ فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بهذا الإنجاز الكبير مؤكدا على همية الجهود التي ولبذلها سموه لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال سباقات القدرة وتحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج ثم شار المجلس إلى المرسوم الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله رعاه بالعفو عن 457 محكوما وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم والذي يعكس حرصا كريما من جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي بالإضافة إلى تاحة الفرصة للمشمولين بالعفو الملكي السامي لاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان في هذا الصدد وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فقد كلف المجلس وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسئولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية بعدها أكد المجلس على همية الكلمة السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بتوجيهها لدى استقباله عددا من الأهالي وأصحاب الإنجازات وما تضمنته من الإعراب عن الفخر الملكي السامي بكل إنجاز وطني يجعل من شرف خدمة الوطن الغالي هدفه الأسمى لافتا إلى ما خص به جلالتها يده الله في الكلمة السامية من شكر لحفظة القرآن بما يعكس رعاية جلالته السامية للمهتمين بحفظ القرآن الكريم الذي أسهم في تحقيقهم للمراكز المتقدمة في المحافل القرآنية العالمية بعد ذلك هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطيرة على جلالته والسموه وأبناء مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية من الخير والمسرات والأمن والسلام وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية أكد مجلس الوزراء أن ما تحظى به مظاهر العمل الديمقراطي في مملكة البحرين من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سهم في تطورها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة وفي السياق ذاته تابع المجلس استعدادات مختلف الجهات المعنية لجولة إعادة الانتخاب التكملي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق الرابع عشر بسبتمبر الفين واربعة وعشرين ووجه باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التي تكفل نجاح الانتخابات ثم عرب المجلس عن التهاني بفوز المنتخب الوطني لكرة السلة بكأس البطولة الخليجية السابعة عشر للرجال والتي أقيمت في مملكة البحرين لافتا إلى الأداء المتقدم والمستوى المشرف الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة السلة في هذه البطولة والذي يعد إنجازا متميزا يضاف لمسيرة الرياضة البحرينية الزاخرة بالمنجزات الوطنية التي تتحقق بسواعد فريق البحرين بعدها وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن عادة هيكلة إحدى الجهات الحكومية مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانوني والتشرعية حول مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول مذكرة تفاهم بين شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة وجامعة الخليج العربي للتعاون في البحث العلمي والتدريب في المجال الزراعي مذكرة لجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال والجامعة الخليجية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك السلام المتعلقة بموادرة دعم تمويلات وضمنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استكمال مشروع إنشاء ساحل وممشى كرزكان مذكرة سعادة وزير التربية والتعليم حول التحديث على الخطة التطويرية للبنية التحتية التعليمية 2020-2030 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول أرد الحكومة على ثلاث اقتراحات برغبة وثمانية اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب وأربعة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس الشورى ثم استعرض المجلس مذكرة معالي وزير الداخلية حول التعداد السكاني لمملكة البحرين والتي أظهرت بأنه في نهاية عام 2023 بلغ عدد سكان مملكة البحرين مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألفا وتسعمائة وأربعة وثلاثين نسمة فيما بلغ في منتصف العام 2024 عدد سكان المملكة مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وستمائة وسبعين نسمة بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في الاجتماع السادس والثلاثين للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون نتائج المشاركة في عمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون بدء العام الدراسي الجليد 2024-2025 نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام 2023 في نسختها الخامسة عشر نتائج برنامج مدينة شباب 2030 والذي يقيم خلال الفترة من 21 من يولو إلى 29 من أغسطس 2024 المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الصديقة إلى مملكة البحرين في سبتمبر 2024 ترجمة نانسي قنقر